نرحب بكم جميعاً طلاق قناة حياتنا التعليمية أهلاً وسهلاً فيكم جميع المتابعين والمتابعات وأولياء الأمور أهلاً وسهلاً فيكم ومنشكركم أكيد على كلماتكم الحلوة وتشجيعكم للقناة منحب نذكركم أنه أي فيديوهات فيكم تلاقوها على قوائم التشغيل على صفحتنا الرئيسية على اليوتيوب نبلش مع بعض اليوم في مراجعة لكل شيء صار وحكينا في الوحدة الثالثة من مادة تيم تقذر اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث ونبلش مع بعض يا ثالث في الدرس رقمه داعش نفتح كلياتنا على كتاب الطالب وعلى صفحة ستة وثلاثين ونبلش مع بعض عندنا أول تمرين هو التمرين الاستماع بدنا نستمع لهذا التمرين وبدنا الرقم يعني أول إشي شو بسير؟ أول إشي هل بلعب كرتي ولا هل بيقرأ كتاب ولا إنه منحضر على التليفوننا ولا إنه منلعب بفيديو جيمز فخلينا نستمع مع بعض نشوف بالزبط ونركز مظبوط شو مكتوب عشان نقدر نعمل أوردرينج يعني نرتب هذه الأحداث الموجودة عشان نعمل أوردرينج أوردرينج عشان نقل أوردرينج اوكي وعم تحضر ترفيزيون طيب التمرين هو كان عبارة عن numbering يا ثالث اوكي ش يعني numbering يعني بدنا اا شو اسمه بالnumbering نحنا بدنا اا نحدد لكل صورة من هذه الصور الرقم المناسب لها يعني في الصورة الاولى حكوا لنا او اول شي حكوا جملة فنحنا بنعرف الجملة هاي لمن لاي صورة حكي اول شي دزكراتي او كراتي اا هايها هادي رقم واحد بعدين ايجا حكا هي بلايز فيديو جيمز فاذن هو هاي رقم اتنين للجملة الثانية الجملة الثالثة كانت انه فمن يجب نكتب رقم ثلاثة هون اخر اشي اتنايت شي اللي هي رقم اربعة تمام يعني بس بدنا الرقم هذه الصور ما بدنا نعمل ordering ترتيب لالها طيب كمان مراجعة سريعة من ضمن الاشياء كمان اللي بدنا نتعلمها هي read and circle هاي مراجعة يعني شو احط احط yes he does ولا no he doesn't كيفنا نعرف يا مس من خلال الصورة الموجودة so we have to read and circle اوكي بدنا نقرأ وبدنا نحط دائرة so this is on saturday فمن نسأل هذا الشخص شو عم بعمل he plays tennis اذا what does he do he plays tennis امتا on saturday يوم السبت فاذن does he play tennis on friday نتفرج هون شو مكتوب هون مكتوب saturday فاذن هو ما بلعب tennis on friday he plays tennis on saturday so السؤال بحكي لك does he play tennis on friday منقول no not on friday فاذن منحكي no he doesn't نيجع جملة تانية what is this boy doing he is playing with the skateboard صح او he is skateboarding فهذا الطفل he is skateboarding when on sunday فاذن هون he is skateboarding on sunday يعني يوم الاحد بس فباجي بسألك does he skateboard on sunday yes he does فمنختار الاجابة yes he does انه he is skateboarding امتا on sunday let's go to number three which is watching tv on friday فاذن هي شو عم تحضر هي عم تحضر tv she watches tv when does she watch tv متا بتشوف tv on friday يعني يوم الجمعة فباجي بسألك سؤال does she watch tv on saturday look at this picture does she watch tv on saturday لا مش on saturday مش يوم السببت انما يوم انما يوم الجمعة friday فاذن نكتب نوم نحوط دائرة على نوم what about this boy look at this picture يا تالت this boy is reading books طيب باجي بسألك when does he read books اين او متا او how often does he read books بيقرأ كتب بتقول لي on thursday فباجي بس عليك سؤال يا تالت does he read books on thursday yes on thursday بيقرأ كتب يوم الخميس فمنحط دائرة على yes he does هنا مطلوب مننا تمرين ان نروح على صفحة تسعة وخمسين خلينا ننزل على صفحة تسعة وخمسين نشوف شو المطلوب مننا اوكي يعم في صفحة تسعة وخمسين في عنا تمرين كمان كتير حلو اوكي تمام اوكي هادي صفحة تسعة وخمسين هنا مطلوب مننا unit 3 when is the weekend امتا نحنا في الاردن عندنا الweekend نهاية الاسبوع دائما نهاية الاسبوع هو يوم جمعة ويوم سبت عندنا في الاردن في دول تانية لعب يكون غير يعني يوم الجمعة ويوم السبت طيب another question we play this but it isn't a video game basketball tennis or table tennis so what is it هي شي احنا منلعب فيه مش video game ومش باسكتبول ومش تنس ومش table tennis فشو ممكن يكون من ضمن الرياضات اللي قرعناها في وحدتنا هاي كانت الباد منتن اللي هي التنس الارضي كتير حلوة هاي الرياضة هون لأ unit 2 طيب هذه unit 2 اريدي نحنا حليناها زمان فنحنا بهيك يا حلوين من يكون عنهينا درسنا لليوم درسي كتير كان حلو ولطيف تعرفنا فيه عملية مراجعة بسيطة لكل شي اخدناه وتعرفنا وحلينا مع بعض على الاسئلة الحلوة المرة الجاي رح ندخل في شكل سريع طبعا عن الدرس رقم 12 وهو بيكون اخر اشي من دروس هذه الوحدة نشكركم اكتير يا حلوين والى لقاء قريب